كما نظمت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة استماع لعدد من الأطباء النفسيين حول تشريعات الخاصة بالصحة النفسية والإدمان بالتعاون مع مؤسسة فهم للدعم النفسية وذلك ضمن مبادرة البناء المتعددة التي أطلقتها تنصقية بهدف مناقشة القضايا المجتمعية تناولت الجلسة بعض النقاط التي من بينها بحث الحاجة إلى تعديل القانون رقم 210 لسنة 2020 والخاص برعاية المريض النفسي مع بحث مدى الحاجة إلى تشريعات أخرى لقوانين متعلقة ببيوت الضيافة للمتعافين من الإدمان وبيوت الضيافة للمتعافين من المرض أو للطراب النفسية